بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الفيديو سنقوم بعرض معلومات عن الدب البني السوري هذا الحيوان يعيش في إيران وتركيا وكذلك بعض الأجزاء من أفغانستان والقوقاز يعتبر نوعا من الدباب البنية وتصنيفه العلمي هو النطاق حقيقيات النواء وينتميه لمملكة الحيوانات وشعبة الحبلية أي ذوات الحبل الشوكي الطائفة طائفة الثديات أي المرضيات والولودات وللعلم ولودات تعتبر حالة خاصة من طائفة الثديات وسنلاقش هذا الموضوع في حلقات آتية الرتبة رتبة اللواحي الفصيلة فصيلة الدبابيات والجنس الجنس الدب والنوع نوع الدب البني وأما السلالة فهي الدب البني السوري واسمه العلمي أوراسوس عراكتوس سورياكوس لا يتمتع هذا الحيوان بحالة نوعية مستقرة مهدد بالانقراض وقد انقرض مؤخرا في سوريا ولبنان بعد الحرب العالمية الثانية ولكن هذا ما اعتقدناه حتى ظهر مؤخرا في لبنان في فيديو انتشر سنة 2017 وهذا ما يعطينا أملا حتى ناره في برد السورية رغم وجود آثار تدل على أن هذا الدب لا يزال موجود في سوريا ومنها ما عثر عليه سنة 2004 السلوك والغذاء كحال كل الدببة البنية الدب السوري البني من القارتات أي أكلة كل شيء ويتغذى عن اللحوم والأشاب والفاكهة وحتى الحشرات وعلى غرار كل أبناء جنسه فإنه يتناول في فصل الصيف حتى يزاد وزنه وذلك للتحضير فصل الشتاء وأخيرا معلومات سريعة مورفولوجية عامة عن هذا الحيوان يزن هذا الدب حوالي 200 كيلو جرام وبذلك هو أصغر أنواع الدباب البنية ارتفاعه حوالي من 30 إلى 40 سنتيمتر طوله حوالي المتر إلى 1.40 سنتيمتر كان هذا الفيديو بسيط نتحدث فيه عن الدب البني السوري إن أعجبك الفيديو لا تساعدت عنه باللايك وأن تشترك في قناتنا وشكرا على المشاهدة